اشتركوا في القناة ولا محتاجين نتكلم شوية احنا بدأنا من المرة اللي فاتت والناس في الحقيقة يعني كان رد في علوم مهم جدا 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 عندي لما تكلمنا عن الزوجة البنوتة النهاردة عن نتكلم بقى على نمط من أنماط الأزواك الزوج عندنا في بعض الأحيين بيبقى بسبب التنشئة أو بسبب اللي حصله بيبقى عنده بعض الملامح لما الزوج نشوفه كده بيبص للناس دايما على أنه هو أنتوا في الحقيقة عندكم شوية أخطاء ويكون الزوج ده حاجة لطيفة أنه في بعض الأحيان بيقول بيقول أنا أنا الشخص المرتب وأنا اللي بعمل كل حياة تمامك وانتوا الناس العاشوائيين واللي بتعملوه ده هو اللي بوز الدنيا وهو جاي بفلسفة أن أنا بكمل كل حال غلط فهو في بعض الأحيان بيبقى الشخص ده رائع لما بيساعد الناس لكنه للأسف بيعملها بفكرة مش أنه هو بيساعد الناس مش أنه هو بيكملهم لا أنه هو قاعد لهم على الوحدة أنا النهاردة هكلمكم على الزوج اللي قاعد على الوحدة أنا هكلمكم على الزوج النمكي الناس المتقدمين في السن شوية عارفين يعني ايه النمكي أنا هكلمكم على الزوج البرفكشنست الزوج اللي بيسموه عشان يرققوا من الموثوم ده الساعي للكمال الزوج ده اللي بيقف على الوحدة ده واللي دايماً بيرتب كل حاجة الزوجات هيبقوا عارفين الزوج ده بيعمل ايه منها مثلاً إنه ممكن يدخل في المطبخ فيعلق على ترتيب الحلل وهو عنده تفتيش يومي على النظافة عنده تفتيش أساسي على النيش والحياة اللي في النيش معين النيش ده عبارة عن جزء متحفي وجد خطأاً في البيوت فإيه اللي حاصل هو أحد مهامه الأساسية في البيت إنه هو يفتش عن النيش طبعاً الزوجة طول الوقت يا عيني بتعمل مكارونا هو دايماً يطلع لها فيها العيوب والمشاهد كتيرة جداً 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 بتعمل أي حاجة تعمل شعرها تعمل أي حاجة ترب الأولاد كل حاجة يسيب الحلو ويوقف عند الوحش أحد أسباب ده إن الشخص يبقى كده ممكن يكون على فكرة التفاوت بينه وبين الآخرين زي مثلاً إن تكون شهادته أقل من شهادات الآخرين أقل من شهادات إخواته فهو حاسس إن هو في الحقيقة دايماً الناس بسألوا بنظرة فيها قلة ودهوة الشخص دهوة في الغالب بيبقى عنده إحساس دايماً بإن هو مظلوم والناس مش معدرينه فهو بيعمل قيمة إضافية لنفسه ومن الحاجات المصاحبة معاه اللي بتبقى مع الشخص ده في الغالب الوسواس بيبقى موسوس فدايماً تلاقيه عايز يرتب وينظف ويعدل الحاجات حتى لو هي معدولة يعني هو دخل له لقى الكوباة كده يروح عاملها كده هو طبيعي لقى القلم كده يروح عامله كده ليه؟ لأنه دايماً شايف الحاجات ومتعامل مع الناس على أنهما بنأدمين دايماً مش مهتمين بالنظام ودي القيمة الإضافية بتاعته ودي الميزة بتاعته فيدخل يقول للناس اللي انتوا بتعملوا ده غلط الموضوع ده بيزيد قوي كمان لما تكون الست هي المصابة بالوسواس ويمكن أنا أكلمتكم كتير عن حاجة بتحصل للناس اللي من النوع ده لما يتواسوس مثلاً يبقى عنده حاجة يسمعنا النجاسة السحرية إيه النجاسة السحرية؟ النجاسة اللي بتطلع من الحمام تلزق في أكرة الباب تلبس في الأنتريق تمسك في الباب تبقى في الشارع وليزاك إيه اللي يحصل الشخص ده إيه اللي حاصل؟ لو زوجته خرجت هي أول ما تدخل البيت لابد إن هي تعمل شوية إجراءات تتعلق بإجراءات الوقاية المنزلية حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وقف ده كله حتى في التعامل مع الطهار فإيه اللي حاصل؟ فعلمنا إن الإنسان إذا كان طهر بيقين لا تفسد طهارته بالشك وليزاك هو لو كان في الصلاة لا يترك الصلاة لو جال الوسويس لا يترك الصلاة حتى يسمع صوتاً أو أن يجد ريحاً ليه طيب؟ عشان نقوم هذه الطريقة يبقى إذن الشخص ده وإحنا شايفين حضرت النبي بيخلينا نتعلم نواجه ده إيه مشكلته في الحياة؟ ليه الشخص ده؟ تعالوا أكلمكم شوية عشان الزوجة لو فهمت ممكن تحن عليه شوية الشخص ده في الغالب هو نمكي لإن هو شايف إن في الغالب الناس مش مهتمية به فهو عايز يظهر نفسه قصاد الناس فبينتقدهم عشان يعرفوا أنه عنده قيمة إضافية معقولة ممكن واحد يعمل كده؟ آه فيه ناس تعمل كده أنتوا مش شايفيني فأنا هوريكم إن ده أنا مهم يزيد أوي مع الزوج دوت لما يحس أنه مراته ومش حس أنه بطل فيحسسها دايماً أنه بطل فينقض لها كل أصحابها فينقض لها أهلها ينقض لها تفكرها ينقض لها كل حاجة لأنه عايز يحس بإيه؟ بأنه بطل بأنه هو مالي قلبها بأنه هو مالي عنيها لأنه في الغالب بيكون عاني في تنشئته أو في صغره أنه كان شخص مش محل تقدير واهتمام وعشان كده تعالوا نشوف الواحد لما يتأكد أنه عنده الحالة دي يعمل إيه؟ تعالوا نمشي شوية مع الأزواج والزوجات ونشوف نعمل إيه؟ الزوج ده ببساطة خالص بعد ما بنقوله إزاي حدث النبي كان بيتعامل مع هذه الأشياء لكن هو في أغلب الأحيين بيبقى عنده أشياء أخرى صحيح اليقين لا يزول بالشك فواحد يتأكد أنه هو اتوضى ودخل في الصلاة إيه اللي حاصل؟ خلاص الوسوس راح بس هو ما بيعملش كده حتى في حياته يعني هو حتى في حياته إيه اللي حاصل؟ ما بيعملش ده هو بيفضل مدقق في الخطأ ده ويقول لها أنا قلت لك على الخطأ ده مليون مرة وإنتي ما صلحتوش وتفضل حيوقف عند هذا الخطأ إيه اللي بيحصل؟ الحيابة دي وبيفضل إحساس لده الزوجة بأن الزوج ده بيعمل إيه؟ بيكسرها لما نمشي شوية نلاقي حاجة مهمة جدا إن في الحقيقة المفروض الشخص لا يلتفت إلى كل الأشياء دي بهذه الطريقة وإني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قد من النموذج والنموذج ده لما كان بيتعامل مع السيدة عائشة كان بيتعامل مع السيدة عائشة إزاي؟ هو حضرة النبي عارف إن السيدة عائشة ببساطة خالص عندها مشكلة إن هي بتنام حتى يأتي الداجن في أكل طعامها فإن اللي حاصل؟ في حضرة النبي كان يتجاوز عنده ويعرض ولا يقف عنده لكن الشخص ده دي إيه مميز عنهم؟ هم ما شافوش بس هو شاف وأحيانا نفضل لمدة ست ساعات يتناقش مع زوجته على حاجة بسيطة مش محتاجة كل الفلسفة دي أحيانا الشخص ده في لحظات لكن الشخص ده في لحظات التقلق بتاعه والنجاح بيكون مفيش مشكلة عنده لأن الضغوط اللي عليه بتبقى مدارية العبدة وبيكون عنده لكن لما بيتضغط بقى وبيتعب بيبقى عنده شرح للنجاح فيزداد الانتقاد وبيبقى عنده شرح للحكم على الناس ولما يتضغط يدور على أي حد يغلطه وبيبقى عنده دوافع هو بالدوافع اللي عنده دي هو بيقول أنت مش فاهميني وأنا حاسس أن أنا مفيش حد يفاهمني وأحيانا الزوجة تقول أنه هو بيدمرني وبيكسرني ومش شايفني وعلى فكرة هو بيكون شايف أن البوح بما عنده الحياة اللي جوا من مشكلات نوع من أنواع العار فما يقدرش يقول لي زوجته أنا خايف أن أنت ما تحبنيش أنا خايف أن أنت ما تحسيش بأهميتي أنا خايف أن أنت ما تحسيش أن أنا البطل بتاعك لما وكنتش عم بيعملك ملاحيظة عليك بس هو في الحقيقة بيدمر علاقته لأنه هو صغير اتقاله عبارة وبقت فيه رسالة محفورة في قلبه إحنا ما ينفعش نغلط ساعات الشخص ده يعمل حاجة مؤلمة جدا للطرف الآخر ويعمل حاجة اسمها التطفيف الزواجي يعني يكيل بميكالين فمثلا لو مسح حاجة أو نظفها يبقى عايز أن زوجته بتعمل ايه تسقف له وتفرح به وتقول له أنت عملت كل حاجة لكن هو يجي بقى لزوجته هي ساعدت الأولاد في المذاكرة وعملت الأكل وعملت كل حاجة يقول له ايه ما كل الستات بتعمل الكلام ده عادي يعني اف فإنه يحصل فالزوجة تحبط عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما إني لا أعلم بيقول لي السيدة عائشة إني لا أعلم ومتى تكوني عني رضية ومتى تكوني عني صاخطة ده حاجة مهمة جدا أن الرسول الله بيقول لها أنا عارفك حاسس بيك لازم نحس بيها هو ما بيبقاش عنده الأحساس ده هو حاسس بس أنه هو عايز يثبت لها أن هي لازم تفتخر بيه لأنه حاسس نوع ضحية حاسس نوع مظلوم عارفين الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما علمنا أداء مهمة جدا جدا أنه كان يحسس أنه الحسن ويتغاضى عن القبيح احنا مش موجودين في الحياة عشان نبقى كبار وده كلامي للشخص ده احنا مش موجودين في الحياة عشان نبقى بنمنع عين اللي قدامنا فما يشوفش غيرنا احنا مش موجودين عشان كده لو المرأة عندها الموضوع ده يعني الزوجة هتحاسب زوجة على طريقة الأكل على صوت الأكل والشرب وكمان تلاقيها عندها معايير في النظافة بقت صعبة جدا والزوجة عنده نفس الكلام احنا عندي حالة لسه كانت عندي من ثلاثة ايام الحالة عملت ايه نكدت على مراتها عشان هي مش مرتبة الماكرونة في حالة في صنية الماكرونة بشاملة صح في حالة تفاهموا يعني ايه الكلام ده طبعا حضراتكم كتير من الأحيين هتقولوا احنا ما عندناش الكلام ده في البيت بهذه الطريقة بس عندنا جزء منه ايوة عشان مساحات جلوسكم مع بعض بتبقى وليلة بس التكسير دايما اللي بتشتك منه الزوجات بيبقى من اهم اسبابه ده علشان كده الشخص ده مش بيكون عنده غير خيارين يا ابيض يا اسود فالشخص الساعي الى الكمالية ده بيكون كتير النقد واللوم والعتاب وتبدأ صراعات بقى كبيرة ايه اللي حاصل ويا وقعته بقى لو وقع في شخص مستقل يا سلام بتبقى حرب النجوم بقى بنوصل الى حد غير متصور ان هو يبقى هو شخص ومعا زوجة مستقلة فبتبقى يا ايه الحياة بتتحول الى حرب بيكون في ندية وفي عناد بس في مقاس كتير الشخص ده عايز دايما يعيش في مثالية وده طبعا بيخصم من حياته لانه خطر جدا ان الموضوع الكمالية ده يوصل للعلاقة الخاصة مثلا ساعتها ممكن يبقى فيه شك ويبقى احيانا مرهقة بالنسبة للطلب الاخر ايا كان الشخص الكمالي سواء زوجة او زوجة لازم يقف مع نفسه ويسألها انا ليه تجوزت ليه متجوز وبالمناسبة انت مش متجوز علشان ترتاح بس لو كان كده انت متجوز جواز فنادق بقى البيت عبارة عن فندق والشخص اللي معاك ده بيقدم لك الخدمات بتاعت الفندق يبقى لازم نعرف ان الجواز مش بس عشان الحقوق والواجبات ساعات الشخص ده بيكون شايف ان ماينفعش يخطأ ابدا وشايف ان ممته يواجه اي خطأ موجود في الكون ويبدأ يلوم الطرف الاخر على كافة الاخطاء وكلها كلها ويبدأ بقى الصراع ويدخل في الصراع ملوش نهاية فيتناقشوا على الحاجة الصغيرة لمدة ست ساعات بسبب دخولهم في الصراع ده وبعد كده ايه اللي يحصل ممكن يدخلوا في الصراع ده والصراع دوت ماينتهيش لدرجة ان هو يبدأ يدخل في الصراع مع نفسه وساعات يدخل في الصراع مع ربنا سبحانه وتعالى وفي الاخر هيقول ده اكيد السبب فيه لاخرين مش انا السبب فيه طيب نعمل ايه بقى هايزين نشوف اجراءات عشان نعملها عشان نقدر نوصل ليه ان احنا نحل المسألة دي اول حاجة عشان نقدر نكون فاهمين اللي قصة كلها الشخص ده ببساطة خالص نحتاج شوية امور الامر الاولاني هو محتاج ان احنا نطف حريقته فنصحت لزوجته ان هي دايما ما تبخلش عليه بالكلام الحلو دي طفاية الحريق بتاعته تمدحه وعلى فكرة زي ما الزوج مأمور ان هو في اوقات كتيرة يتعامل مع الزوجة برفقه بحنان لدرجة ان هو ببعض الاحيين يقول لها كلام مش حقيقي عشان يطيب خطرها احنا محتاجين مع الشخص ده بالذات الكلام ده ما تستعجلوش تاني حاجة والزوجة تبقى هنا بتعمل ايه بتستخدم قوله تعالى وقوله للناس حسنة ادفع بالليت هي احسن طيب الحاجة التانية الشخص ده بقى محتاج ان هو يستبصر بالمشكلة ان هو يبقى عارف مشكلته ويا ريتي الازواج يكونوا سمعيني وعارفين ويبقى كل واحد عارف المشكلة دي ويبقى بدل هو عارف المشكلة دي ان مش شرط ان هو علشان ناجح في شغله بالطريقة دي لان دولا افضل ناس بيشتغلوا في مراقبة الجودة افضل ناس بيشتغلوا في الحسابات افضل ناس مش معنى كده ان انت عشان ناجح في الطريقة دي في الشغل يبقى انت تنجح فيها في البيت شوف رسول الله كان بيتحاول ازاي بابي انت وامي يا رسول الله شوف كده مشهدين المشهد الاولاني كان الرسول الله في مهنة اهله هو حضرة النبي كده على توضعه وعلى جماله بابيه وامي صلى الله عليه وسلم بس المشهد التاني كان ان الرسول الله يلاعبنا ويضاحقنا حتى اذا اقيمت الصلاة كنا كأننا لا نعرف ولا يعرف كأننا ولا يعرف ولا نعرف ايه اللي حاصل لكل مقام مقال ولكل مقام اعمال في اعمال لكل مقام فلازم ان هو يفهم يستبصر كده ومش معنى ان انت ناجح بهذه الطريقة في العمل تنجح بيها في البيت ابدا حمدين معاه واحدة واحدة الحياة الثالثة لازم الشخص الكمالي ده يحاول يلعب مع الاطفال او يحتكي بالاطفال كتير يعني ايه يقعد مع الاطفال اكتر وقت يعني كل الشخص ده تالت حاجة لازم الشخص ده يحاول يقترب من الاطفال جدا ويتعامل بتلقائية معهم وعفوية فيقعد معهم وهم بيعملوا دوشة وقلبين المكان وإن يحصل ويتعامل معهم بشكل لطيف لان ده يعني خليه تعافى من كملة التعقيد اللي هو فيه رابع حاجة لازم الشخص ده يتعود على رؤية الجمال يحتفظ بالانتقاد أنا شوف بتعامل معه براحة زي بقوله مش لازم تنتقد في ساعتها أجل الانتقاد وكمان اتعود ان انت تتجاهل التفاصيل اللي ما بتحبهش وعدم التركيز في الدفوهات والحاجات اللي نقصة فحنا مش هنقولك ما تشوفش الحاجات النقصة مش هنقولك ده كتير عليك لان انت متعود على ده ولكن هنقولك أخرها شوي وقولها بعدين بس أقولها بطريقة حلوة كونك هتأخرها إيه اللي حاصل ده هيساعد كتير جدا جدا ان انت ممكن تكتشف الحقيقة ان الحاجة مشيت وتعملت ومكانتش محتاجة ده آخر حاجة بنصح بيها الزوج ده انه يطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه بقى ان هو يطبق انه يحسن الحسن يعبر عن الحاجات الحلوة اللي بيشوفها كتير يحسن الحسن يقول لي زوجته على الحاجات الحلوة وما يمتنعش عندها كل ما يكالطر الكلام الحلوة على لسانه كل ما الحالة دي عدت تحسن وتبقى أفضل يا سادة الازواج دولة ما بيبقوش درينين هم قد ايه بيعذبوا اللي معاهم بس هم محتاجين ان هم يتنبهوا وحتى لو كان في زوجة عندها نفس الحكاية لازم تتنبه هي قد ايه بتقسي زوجها وقد ايه بتتقلمه يا رب سعدنا واعنا ان احنا نطبق هذه الإجراءات عشان على أنفسنا ورحمة كمان على أحبابنا يا رب اجعلنا من الذين يزوقون حلاوة لطفك وحلاوة ودك وحلاوة جمالك فنحسن إلى الناس ونرى محاسنهم ونتغاضى عن قبيحهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا نعيش بالجمال في كل وقت وحين يا سادة بعض الفاصل نكلمكم ونسمع أخباركم ونسمع سئلتكم ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعاني لحضراتكم من الشرقية أستاذ محمد سلام عليكم وعليكم سلام حاج محمد حاج محمد حاج محمد ممكن بس نوطي التلفزيون وتسمعني من التلفون لو تكرمت علي حاج محمد انت معنا ولسه سلام عليكم عليكم سلام عليكم تفضل حاج محمد زي حضرتك كفان والحمد الله بخير كل سلام وحرك طيب زي كفان انت الشيخ كل سلام وحرك طيب حاج محمد زي حضرتك كفان والحمد الله بخير زي حضرتك يا حاج محمد حاج محمد وطي التلفزيون واسمعني من التلفون لو تكرمت حاضر يا دكتور حاضر 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 يا دكتور حاضر يا دكتور اتفضل حاج محمد سمعك دلوقتي انا دلوقتي بصلي طيب انا بصلي حضرتك اه بس في كنت بروح الجامع الاول نعم انا كنت بروح الجامع طيب وانا دلوقتي رجل مسن وما بقدرس راح الجامع طيب مسل في الدار فسؤال حضرتك علي عليك شيء أجاوب حضرتك في سؤال تاني يا حج محمد لا ما هو سؤال حضرتك حضرتك هو دي أعمل إيه باجا عجاوبك يا حج محمد حاضر بصي حج محمد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بشر حضرتك بشر حضرتك بإيه بإني ثوابك أعتخده كأنك معافى وكأنك كمان إذا كنت مسافر تأخذك كأنك مقيم يعني إيه حضرت النبي مرة كان ماشي في الغزوة مع الصحابة فقال لهم إنه ناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم في المدينة يا رسول الله قالوا وهم في المدينة حبساهم العذر يعني حضرت النبي يقول لهم إيه إن في ناس في السواب معاكم وإن كانوا هم في المدينة فهم مأخدين سواب الغزو بتاعكم وسواب المشقة اللي إنتوا فيها دي لإن حبساهم العذر إنت كمان إن شاء الله بشرك حج محمد إن إن شاء الله ربنا يكتب لك السواب يكتب لك السواب إن أنت إن شاء الله وكأنك تصلي إن شاء الله في المسجد دي أول حاجة الحاجة الثانية إن شاء الله ربنا يجمع لك بل إن تمام الأجر والعافية وإن شاء الله تعافى كده ويكتب لك إن شاء الله إن أنت كمان تصلي في المسجد إن شاء الله فيجتمع عليك إن شاء الله ان ربنا يجعل لك العافية ويجعل لك السبب ان شاء الله بس انت وانت بتصلي في البيت كده ان شاء الله ربنا يكتب لك سبب الجماعة مدام قلبك معلق بالمساجد وانت اللي حبسك عن المسجد هو فقط عدم القدرة فربنا يجمع عليك الاجر والعافية وان شاء الله يوسع عليك حاجة محمد نشوف الاستاذة نور ايوة اتفضلي يا استاذة نور ايوة يا شيخنا بالله لك انا عايز اقولك بس على حاجة واحدة انا من يوم ما ربنا خلقني وربنا مراعيني جدا باول حاجة سمعني يا شيخ ربنا يتمم عليك فضله يا رب ربنا مراعيني جدا اتدوزت وجوزي توفع يعني كنت عرمالة انا اتدوز تاني ايه بقى انسان زي دا يبيع ويشتري فيها انا بقى اني ست سنين صبر عليه سمع يا شيخ سامع ست سنين صبر عليه وقبحت ان انا كن زبا تاني واخوه هو السبب في ان انا اتدوزته عمال بقى يبيع ويشتري فيها نفس كل حرف حضرتك بتقوله انا ما بقيتش هتحمل وبقول دا زاقي انا مش هسب يعني مش هسب خيري غيري زي ما بيقول عشان انا بخلفها منه عيلا طيب يعني هو عمال يبيع ويشتري فيها نفس كل حرف بتقوله اعمل الاكل احسن اكل اتفنن له في نصف كله لحمة مطرومة بتفنن وهو يقول يجي منك يجي منك بس انا كزوجة تانية بيع مني وحش بيع مني وحش طيب اللي بيننا مفيش علاقة تقريبا عمامية بيننا حب ارفني في كل حاجة ارفني في كل حاجة حتى يوم الجمعة بيبقى موجودة عندي زهان يا شيخوة حتى الصلاة مش عايزة قوم اصليها صرت الكافة دي يوم ما اراها بيخرمني الدنيا بيقلبني البيت كأنه فيش طاز يوم ما ينزل يصلي كأنه ينزل بلع ارض دا انا اسف الكلام بس انا بقى قلبي ست سنين صبرة مصدقت اليد حد يسمعني انا حاس ان الكلمة اللي فاتت مكنتش مفروض كنت تعلق عليها بس انا ما سمعتاش انا يعني ما سمعتش لان حضرتك متحمسة جدا يا حاجة نور طيب استاذ نور لاني تعبت انا ولدت يا شيخو خلاني شلت نفسي وانا وعزة والبا طبيعي خلاني شلت نفسي طيب خليني طيب اكلمك وقلك تعملي ايه يا حاجة نور بصي حاجة نور الكلام اللي انت بتعمليه ده ليه شقين الشق الاولاني ان انت لازم كنت تعرفي تحديات الزوجة التانية الزوجة التانية ليها تحديات ايه التحديات ان زوجها في الغالب بيتجوزها تحدي مشهور او ده ان الزوجة بيتجوزها ترانزيت على غاية ما ينصلح الحال بينه وبين زوجته الاولى ده تحدي مشهور مش بقول ان كل واحد بيتجوز الزوجة التانية بيعمل كده لكن مشهور التحدي ده انه هو جوزها زوجة ترانزيت وبعد كده إلا حاصل بيحس أن فيه شعور كده بيقوله ما هو الزوجة اللي أنت كنت عايزه للزوجة الأولى أنه بقيت حسنت فتتحول للزوجة الثانية على أن هي عبق فهو اللي بيعمله مع حضرتك هو كأني بالملامح اللي أنت قلتيها ومش بالضرورة أكون مقر بكل الملامح دي لأن أنا ما سمعتش منه لكن إذا كنت بحل الملامح اللي حضرتك بتقوليها دي هو زوجك حس وكأنه حس بأنه الزواج الثاني ده ما كانتش أحسن اختيار فبيعمل إيه؟ بيعمل اللي بعض الناس بيعملوه أنه هو بيزهر لو هو بيعمل كده وهو سمعني اتق الله اتق الله هزيه امرأتك زوجتك لحمك وعرضك إيه ده يا مولانا أنت بتسجع الجواز الثاني ما تبوزوش الدنيا وتفهموا كلامي غلط دي زوجتك ليه حقوق كاملة ولازم تتق الله فيها وإنت لو ما اتقتش الله فيها يبقى أنت فيه مشكلة في رجولة يعني إيه أنت عشان هي زوجة تانية لا تتعمل معها بأنك أنت رجل وشهم وتحافظ عليها وتخاف على زعلها وتخاف أن هي تحزن ما هي زوجة يا حبيبي؟ فاتق الله فيها هي لها حق ولزيك أنت لابد أن أنت تعدل لابد أن أنت تتق الله سبحانه وتعالى فيها لكن أن أنت تهنها وتعتبرها شيء مكمل وهي ما بقى لهاش فايدة في حياتك كده ده ظلم والظلم وظلماته يوم القيامة فاتق الله ما تظلمهاش إيه اللي حصل؟ تعالوا وقعد معها وكلمها إيه حياتكم هتفدأ هتبقى ماشية في الفترة اللي جاية إزاي؟ هي خلاص وصلت لحد أن هي اتملت فهي اللازم تقعد معها ولو ما أعدتش معها إحنا في خطر أما أنا بقولك تعملي إيه؟ كوني هادية ما تبقيش دايما محفزة أن أنت تثبتيله أو تحقق معاه هو أنت فيك إيه غلط؟ خليكي حسنة الأخلاق معها خليكي بتقولي كلام حلو دايما لكن طالبي في نفس الوقت بأن أنت تعود وتتكلمه يبقى أول حاجة خليكي حسنة الأخلاق وخليكي حسنة الكلام تاني حاجة اطلوب أن أنت تعودوا مع بعض وتتكلموا تالت حاجة لازم ندخل بقى الخبراء الحالة اللي أنتوا فيها دي محتاجة خبير وإحنا أهلا وسهلا مديكم في مركز الرشاة الزواجي بدرج الإفتاء لمصرين يلا هتي وتعالي نتكلم إزاي تديروا علاقة بينكم لأنه واضح أن العلاقة فيها تحديات كتير فإحنا محتاجين نتكلم عنها وندير المرحلة دي إزاي نخرج منها نعم الحج محمد من الشرقية عايز يكمل سؤال تفضل يا حج محمد أيا مولانا تفضل يا حج محمد ربنا أعزك ويخليك لنا يا راب ربنا أعزك ويخليك لنا وكفت شر المرض ويديك الصحة تبقى أنا عايز أطلب منك طلب يا حج محمد كل ما يجي على بالك تدعي لي بدعي لك والله 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 وحياة جدة لنبانا بدعي لك يا مولان ما تحرمش من فضلك وكرمك والله يا دكتور والله يا دكتور أنا بدعي لك دين ونهار وكل راك عم أصليها ربنا بدعي لك بني أحفظك قول لي بقى يا حج محمد أجاوب على سؤالك قول لي أنا لما بسمع القرآن يا فضلت الشيخ بحي طب ما دي بارك لا أنا بقول لحضرتك لو رحت مد لو رحت مد حازة يعني ويسنعت القرآن فبكت فالناس يبقول له هو يبكي لي ما لكش دعو بالناس بس يا حج محمد أكتر حاجة أنت لازم تعملها في الفترة دي من حياتك ما لكش دعوة بحد الناس يا مولانا الناس مش غلا دوشة سيبك من الناس وركز مع مولاك القرآن لو أنت بتبكي لما يطلق القرآن أنت في حال زي الفل عايز أقول لك حاجة زود من تلوتك للقرآن بدل القرآن خلاص مسي قلبك هو ده يمسك بقى بدل القرآن كان هي الحاجة بيتمسك أصلي فيه ناحية قيام الليل اللي بيمسي قلبه إنت بدل القرآن بيمسي قلبك يمسك بي ولو حج محمد إحنا ما بنعرفش نقرأ نتعلم القرآن يا حج محمد اتعلم القرآن اتعلم الإراءة لك للقرآن لو بتعرف تقرأ خليه لك ورد حتى لو بتقول أنا ما بعرفش التجويد اقرأ واسمع القرآن في إذاعة القرآن كريم كتير لسانك عايت صح وعتصح القرآن وتقرأه بشكل صحيح فإن شاء الله ربنا يبرك لك والله أنا فرحان بإننا سمعتك النهار ده يا حج محمد ربنا يرضى عنك يا حج محمد أستاذ محمد يتفضل أستاذ محمد أستاذ محمد من القاهرة يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا سلام عليكم خير وفير والحمد لله يعني اللهم لك الحمد بس يا فضلت الشيخ أنا ماليش رغبة في الزواج وكل اللي حوالي اتجوز اتجوز اه ما عليش سنك كم يا حاج أستاذ محمد آآ تلاتة وتلاتين طيب تلاتة وتلاتين ميبود طيب وانا مش مش شايف نفسك في النقطة دي انا مبسوط بشغلي مبسوط بحياتي بسافر كتير ومين اللي قالك ان انت لازم تتجوز والله البيت وزمعي لي يعني مسلطين علي النقطة دي في كل وقت ما جايز انت شخص مميز وهم مستخصرينك فهم دلوقتي انا عايز اقول لك حاجة انا عايز اقول لك تلاتة تحذيرات طيب ما تتجوز مجاملة ولا تتجوز لان الجواز ده سنة الحياة ولا تتجوز عشان الجواز ده حاجة لازم نعملها انت لما تتجوز تتجوز عشان انت عايز تعيش معنى في الحياة اسمه معنى ايه اسمه معنى الاسرة اسمه معنى ان انت تكون مصدر امان لحد وحد يبقى مصدر امان لك ان انت تعيش مع حد حياة مليانة بالقيم الاضافية انت على فكرة يا سيد محمد انت ممكن تكون حالك ده دلوقتي ممكن ده يتغير بعد سنة والله حتى لو بعد سنين انا ما ليش رغبه والله يعفودي بتشغيل ولا يهم انت لو بتسألني انت لو بتسألني احنا عندنا الزواج الله اكبر الله احنا عندنا الزواج بتدور فيه الاحكام الخمسة يعني ايه بتدور فيه الاحكام الخمسة ممكن واحد ما يتجوز فالجواز عندنا اصلا 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 في الحكم الاساسي مستحب لمن يستطيعه من كان عنده رغبه فانت لو بتسألني يعني وهل ده تشجيع الناس عن العزو في الزواج لو سمحتم ما تحملوش الكلام فوق ما يتحمل الذي ليس لدي رغبة في الجواز ما يتجوز ما يبليش بنات الناس ولا يبلي نفسه فيه ناس كده يا معا مش عايزك تجوز ايه اللي حاصل طيب ما احنا عندنا علماء سيدي الشيخ عبد الفتاح عمل كتاب كده محترم كده فيه العلماء والعزاب الذين اثروا العلمة على الزواج ايه السيد محمد لو سمحتم ارفعوا ايديكم عن محمد هو شايف ان السعادة بتاعته مصدرها النجاح في الشغل النجاح في العمل فاسيبوه واستحلفكم بالله بلاش حكاية الوصمة دي انت عنيست انت ما تشوف انت عندك مرض ما فيش الكلام ده هو مش عايز تجوز قد يكون انا لو قابلته في السياق اخر وسمعت منه اعطله مفهوم الاسر ومفهوم الزواج بس مش بالضرورة ده هو شايف ان هو مبسوط كده يبقى ايزا الزواج ده لابد ان هو ينشأ عن رغبة مش ينشأ عن ضغط بالله عليكم احنا شوفنا ناس تجوزوا عن ضغط كتير وما عاشوش حياتهم بشكل صحيح ارجو ان انا اكون جوابتك يا سيد محمد ما تقلقش وانت مش عليك اسم ولا حاجة وانت لو ما عندكش رغبة في الجواز ما تتجوز نعم استاذة حنان تتفضل لا عبطالبي ان انت انت اخوك عرض عليك الشقة ولا ما عرضتش لا 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 ما عرضتش اربعها من وراي انا اصلا مسافة خارج البلاد هو اصلا مسألة حق الشفعة للشريك مختلف فيها وحق الشفعة للجار مختلف فيها فايه اللي حاصل فانت دلوقتي ارفعي امرك للقاضي لان احنا عندنا اختيار عند القضاء في مسألة ده فاذا رفعتي فبترفعي في تجاه اخوكي مش في تجاه المشتري المشتري ما لوجه دعوة انت سألتيني سؤال محدد ارفع الدعوة ضد مين ضد اخوكي لان هو البائع اللي كان انت لكي حق عنده وهو حق الشفعة مش في تجاه المشتري يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن زوج هو باين ان هو موجود كتير وموجود كتير وبيزداد على فكرة التعب بتاعه تحت الضغوط اللي احنا عايشينها فالضغوط اللي احنا عايشينها ممكن تخلي شخص يظهر منه اسوأ ما فيه بس انا عايز اقول لكم حاجة كل ما كنا قريبين من بعض كل ما امننا بعض استطعنا ان احنا نخرج من المساوئ ونخرج من حبسنا ومن سجننا وندخل على ساعة ورحمة ربنا ساعدوا بعض كلامي للزوجة وكلامي للزوج اللي عنده حد ساعي للمثالية حاول بقدر الامكان تقول له كلام حلو عنه امنه خليه اثق بنفسه وفي نفس الوقت كمان هو لازم يتقل الله سبحانه وتعالى ويعرف انه ليس له حق في ان يظلم الاخرين او يظلم نفسه تعالوا نقبل على الله سبحانه وتعالى بالجمال نقول كلام حلو ونعيش مع بعض نحسن الحسن ونتغاضى عن القبيح ونعيش في امان الله عشان هو مولانا سبحانه وتعالى اللي جعل البيوت عبارة عن كؤوس مليانة بشراب من الشهد من الرحمة والمودة والسكينة يا رب جعل بيوتنا دايما في رحمتك وفي مودتك وفي سكينة تنزل على قلوبنا فنطمئن ونتغير الى ما يحبك وانضاك الى حبك وما ترضاه ونتغير ونحن آمنين بأن ما نتغير فيه من أجل رحمة الخلق بابا من أبوابه رضا الرب يا رب وفقنا وعنا على أن نتغير بمددك وبعونك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين